اشتركوا في القناة والتي ألقاها أمام الجماعية العامة بالأمم المتحدة رأى البعض أن هذه الزيارة دفع أعطى دفع جديد لدعم وتمكين السيسي من السلطة كما رأت صحيفة الفينانشل تايمز البريطانية ولكن السؤال هل لجماعة الإخوان المسلمين رأي آخر وأمل جديد وهل بات عليهم مراجعة مواقفهم من النظام وقبول المصالحة معه بعدما استطاعت دولة الثلاثين من يونيو أن تكسب اعتراف ودعم القوى الكبرى هذا ما سنتعرف عليه من أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأحد نواب حزب الحرية والعدالة في مجلس الشعب المنحل الدكتور محمد عماد الدين ضيفي عبر الأقمار الصناعية من أسطنبول أرحب بك معنا دكتور عماد مرحبا بك أستاذ أحمد تحياتي لك وللسادة المشاهدين نعم أبدأ معك بشكل واضح وصريح كسب السيسي موقعة نيورك واستطاع أن يحصد الاعتراف الدولي الذي كنتم أنتم كإخوان مسلمين وكرافضي الانقلاب العسكري تشككون فيه وبالتالي استطاع أن يبسط سيطرته الآن على مصر داخليا وخارجيا ما ردك على هذا الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم دعني في البداية أستاذ أحمد وجه التحية للصوار الأحرار على أرض مصر الصامدين والذين أكدوا اليوم في هذا اليوم تحديدا أن السيسي مهما ذهب إلى الأمم المتحدة أو إلى البيت الأبيض ليؤكد على أوراق اعتماده فإنهم لن يعترفوا به رئيسا لمصر هو رجل فاقد للشرعية مهما أراد أن يغير هذه الحقيقة على الأرض وفي الحقيقة نحن للرد على سؤالك أقول أن قائد الانقلاب يسير على نهج مبارك عن طريق فزاعة الإرهاب فهو ذهب إلى الأمم المتحدة ويعلم أنه مباقد للشرعية قبل أن أتطرق لفكرة الإرهاب أنا سؤالي للحقيقة محدد وواضح الرجل كسب فكرة التأييد الدولي لنظامه محددك تقول لن يعترف به رئيسا لمصر هل بعد ذلك اعتراف أما يقبل كبار المسؤولين في الدول الغربية المختلفة هل بعد ذلك اعتراف يلقي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أي اعتراف بعد ذلك يكون مقبولا بالنسبة لما يكون في الارض السيسي نحن في التحالف الوطني لدعم الشرعية في الحقيقة نحن أريد أن أقول أن المجتمع الدولي الآن يدعم القتل ويدعم قائد الإنقلاب عبد الفتاح السيسي وهذا ما نرفضه تماما ولذلك نحن قلنا هذا الكلام في المؤتمر الصحفي للتحالف الوطني لدعم الشرعية قلنا أننا نرفض ما قامت به الأمم المتحدة من استقبال السيسي والسماح له بإلقاء هذه الكلمة وخاصة أن الأمم المتحدة بحكم قوانينها هي هي التي منظمة العفو الدولية فيها هي التي قالت وأدانة السيسي بعد الإنقلاب مباشرة حينما اختطف الرئيس الشرعي للبلاد وبالتالي وفق قوانين الأمم المتحدة ذاتها نستطيع أن نقول أنها خالفت هذا الكلام نحن أيضا نريد أن نؤكد على أن أمريكا هي صانعة الإرهاب في العالم لأنها تستعين بالسفاحين والقتل والقائمين بالإنقلاب العسكري في تحقيق مخططاتها وأنا أزعم أن السيسي ذهب لمقابلة أوباما ليعرف الدور الذي يقوم به تجاه التنظيم الدولي التي تقوم به أمريكا من أجل الحرب على تنظيم داعش وهي في الحقيقة تحارب الإسلام الوسطي المعتدل ولذلك ذهب إلى هناك عبد الفتاح السيسي ليعرف الدور المنوط به وليس معنى ذلك أن الشعب المصري اعترف بعبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد عبد الفتاح السيسي في كل يوم يكتشف الشعب المصري أنه يظهر خداعه وكذبه على الشعب المصري وهذا المهرجان الذي قام به السيسي من إنفاق ملايين الدولارات من مقدرات الشعب المصري للحجد له في منظمة الأمم المتحدة في نفس الوقت الذي ينتحر فيه المصريين الفقراء المساكين كل هذا يدل على أنه رجل من السفهاء الذين يعزبون الشعب المصري ليلا ونهارا الحقيقة في مسألة الحجد هذه الهالة التي قام بها رجال الأعمال في مسألة الحجد يا سيد عماد يعني البعض قال كان معي ضيف بالأمس وقال أن الحجد كان حجد تلقائي بسبب حبهم للسيسي ودعمهم ومعاظرتهم لمصر والسيسي بشكل أو بآخر خصوصا ما يتعلق منه بالحجد على مستوى أقباط المهجر والولايات المتحدة الأمريكية إذن كان حجد تلقائي سيد عماد وليس حجد يعني منظم أو مدفوع الأجر كما تقول لا هذا كلام غير صحيح تماما حتى ضيفك الذي كان معك بالأمس رد بنفسه على هذا السؤال ونحن نؤكد على أن الكنيسة المصرية في الداخل والخارج هي الداعم الحقيقي لقائد الإنقلاب وحتى يعني ضيفك بالأمس قال هذا الكلام واضحا جليا أمام كل العالم أجمع قال أن الكنيسة المصرية طلبت منه هو شخصيا أن يحشد للسيسي في حين أنه قام بهذا العمل من تلقاء نفسه ومن خلال وسائل الإعلام وجدنا هذا مجد خليل هذا يقوم بتوزيع الدولارات على المأجورين ليدفعهم دفعا إلى تأييد عبد الفتاح السيسي هذا بخلاف أن هناك أكثر من سمانية آلاف قام رجال الأعمال بحشدهم أمثال محمد أمين ونجيب سويرس حشدوهم حشدا لتأييد عبد الفتاح السيسي وأنا أزعم أن عبد الفتاح السيسي كان يتحدث في مجلس محلي وليس في مجلس أمني يشمل كل الأمم المتحدة فهذا كله كذب في نفس الوقت الجالية اليهودية أيضا حشدت لعبد الفتاح السيسي معنويا وماديا وعلى الأرض وكان هناك برنامج وائل الإبراشي الذي تحدث فيه أحد المتحدثين وأبانا أن الجالية اليهودية أيضا كانت تحشد لعبد الفتاح السيسي يعني عفوا بما أنك ذكرت أو تطرقت لضيف الأمس سيد مجدي خليل هو نفسه نفى فكرة أن تكون الجالية اليهودية في نيويورك ساهمت في الحجد للسيسي لكن على أي حال ما هو البعض بيقول أيضا أنتم حاولتم أن تحشدوا الناس ورافضوا الانقلاب للظهور بمظهر الرافض للسيسي أنا أقول لك أنا أقول لك أن أحد المتحدثين من أمريكا مع وائل الإبراشي قال هذا الكلام هذا كلام صحيح أن مجدي خليل نفى هذا الكلام وهو غير صادق تماما في هذا الكلام لكن برنامج وائل الإبراشي شاهد عيان على ذلك أن الجالية اليهودية بالإضافة إلى الكنيسة المصرية كانت تحشد حجدا لعبد الفتاح السيسي طيب هل أنتم في المقابل لماذا فشلتم أو كما يقول البعض للحقيقة حتى يكون أكثر دقة في الحجد المقابل وفي حجد رفض الانقلاب العسكري للوقوف أمام السيسي وإظهار أن هناك يعني من يرفضون الرجل ومن يرفضون رئاسته لمصر بشكل أو بآخر هل فشلتم في ذلك سيد عمادي أم لا بالعكس تماما أنا أستطيع أن أقول لك أن السوار الأحرار المصريين الشرفاء أبناء الشعب المصري الذين يعيشون في أمريكا من الطيار الإسلامي ومن غير الطيار الإسلامي قاموا بفعليات قاموا بفعليات في قمة الروعة أكبر دليل على رفضهم التام لما حدث في مصر لا يعترفون إلا بالرئيس محمد مرسي رئيسا للبلاد وهناك كثير من المشاهدات وكثير من البراهين التي تؤكد على هذا المعنى أما ما يردده وسائل الإعلام الإنقلابي الكاذب من أن الأعداد بخمسة أو بالعشرات هذا كلام غير صحيح تماما نحن رأينا في الشوارع حشود ضخمة جدا يعني يعبرون عن رفضهم القاطع لعبد الفتاح السيسي حملوا صوره على صناديق القمامة قاموا بفعليات كثيرة جدا تؤكد على أنه مجرم حرب على أنه رجل ارتكب جرائم ضد الإنسانية مشاهد تمثيلية كثير من الفاعليات التي قام بها المصريون الشرفاء حتى وجدنا كثير من الإعلاميين النظام النظام الإنقلابي كانوا يفرون وكانوا يعني يجرون أزيال الخيبة والندمة من أمام المصريين الشرفاء لكن الحقيقة سيد عماد في هذه المقطة البعض رأى أن الإخوان تخلوا عن ما يتحدثون عنه من أدبيات وأخلاقيات وقاموا أو قام عدد منهم بسب الإعلاميين المصريين في نيويورك ويقولون أين أين الإسلام وأين الدين في ذلك وأنتم تتحدثون عن الأخلاق دائما وأبدا من سب الناس حتى لو كنتم تختلفون معهم في الرؤى السياسية هل غيرتم من منهجكم في هذا الإطار سيد عماد أم ماذا أولا أولا أنا أقول لك وقلت في كلامي وأؤكد على هذا الكلام مرة ثانية أن هذه تصرفات فردية تلقائية يعني حدست من بعض الشرفاء الذين يعني يعلمون أن هذا الإعلام الفاسد لعب دورا خطيرا في تضليل الشعب المصري لكن أن الفعاليات المنظمة كانت تتسم بالأخلاق وبالحضارة وتتسم بالنظام وبالتالي كان الأسلوب الذي تم والتعامل الذي تم من قبل العمل التنظيمي كان أسلوب أخلاقي مشرف للجميع شاهده الجميع طيب فيما يخص الكنيسة والحجد تحدث ضيفي بالأمس أيضا في هذا الأمر وأنت تتحدث فيه لماذا يعني نجح السيسي من وجهة نظرك في استقطاب الكنيسة لصالحه وللقيام بمؤازرته سواء في 3 يوليو أو بالأمس أو بالأمس القري في نيويورك وأنتم فشلتم في ذلك بل على العكس خرجتم من الحكم والفجوة بينكم وبين أقباط مصر قد ازدادت بشكل كبير سواء على المستوى الرسمي للكنيسة الأرثزوكسية أو على مستوى أقباط الخارج والداخل سيد عماد بماذا تفسر ذلك يعني يعني أنا أحب أن أؤكد بس في البداية برضو كلام مهم جدا أنني أقول الكنيسة وليس النصارى لأن هناك من المسيحيين من يرفض أصلا تدخل الكنيسة في إدارة شؤون البلاد أو في السياسة مثل مثلا الأستاذ جمال أسعد عبد الملاك وهناك من النصارى الشرفاء المحترمون الوطنيون من هم منذ البداية كانوا ضد الإنقلاب العسكري بل هناك منهم من أسس حركة النصارى ضد الإنقلاب وهناك من النصارى مع مرور الوقت يكتشفوا كل يوم كذب وخداع السيسي وهم الآن يرفضون ما يجري في مصر على الأرض لكن أنا أقول أن الذي يعني يدعم السيسي دعما كاملا هو الكنيسة المصرية ويبدو أن السيسي يعتبر نفسه رئيسا للمسيحيين وليس رئيسا للمسلمين والمسيحيين وهناك شواهد كثيرة على الأرض تؤكد ذلك فالسيسي اختار أن يكون رئيسا للمسيحيين والدليل على ذلك أنه طلب منهم التظاهر لصالحهم في 30 يونيو وطلب منهم أن يحشدوا له في الانتخابات المزعومة ولا ننسى مقولة البابا حينما قال على استفتاء دستور الانقلاب نعم تزيد النعم ولا ننسى أن السيسي زار الكنيسة مرات عديدة وهو وزير دفاع وهذا محظور لأنه ضابط جيش وما كان ينبغي له أن يقوم بهذا ماله ومال الطوائف الدينية سيدة مهد كل ما ذكرته يصب في صالح أن الرجل لديه ذكاء سياسي واستطاع أن يكسب الكنيسة ورأس الكنيسة لصالحه ولصالح مشروعه أيًا كانت في المقابل أنتم خسرتم ذلك أو فشلتم في الوصول لاستقطاب رأس الكنيسة والكنيسة لصالحكم لا ننسى أننا نحن تعاملنا مع الإخوة المسيحيين في مصر على أننا شركاء في الوطن حتى قبل صورة 25 يناير كنا نتعامل معهم من هذا المنطلق كنا نرشحهم على قوائمنا في البرلمان وفي النقابات وفي كثير من الفعاليات كنا نتعامل معهم على أنهم شركاء معنا في الوطن في عهد الرئيس مرسي الرئيس مرسي يعني على لسان سويرس نفسه طلب منه أن يتعاون معه وهو الذي قال أنه رفض التعاون مع الرئيس مرسي الرئيس مرسي يعني طلب من منير فخر عبد النور أن يكون وزيرا في حكومة شام قنديل ورفض منير فخر عبد النور ذلك يعني هناك أمثلة كثيرة نحن كنا يعني أيضا أكبر دليل على أن الرئيس مرسي كان رئيسا لكل المصريين على السواء مسلمين ومسيحيين يعني حينما عاد نجيب سويرس في مرة من المرات في المطار دخل من صار قبار الزوار وهذا أكبر دليل على أن نحن يعني كنا نتعامل مع المسيحيين على أنهم شركاء في الوطن لكن للأسف الشديد للأسف الشديد للأسف الشديد المسيحيين تعاملوا معنا ونحن أكبر فصيل سياسي في مصر على أننا لسنا لهم شركاء في الوطن وحينما جاء هذا الانقلاب الخداع الذي يعني أراد أن يشرع لنفسه منذ اللحظة الأولى فاستخدم ورقة الإخوة المسيحيين ونحن كما قلت لك نقول يعني المسيحيين لا يدعمونه دعماً كاملاً ولكن الذي يدعمه الكنيسة هي التي تدعمه وهذا موقف سياسي وأيضاً كذلك في بيان السيسي كانت الكنيسة لها دور رئيس في دعم السيسي ولا ننسى أن البابا نفسه ذهب إلى أوروبا ليعمل دعاية لانقلاب العسكري يعني كل هذه أمور تؤكد أننا تعاملنا مع الإخوة المسيحيين من مبدأ المواطنة نحن حينما أسسنا حزب الحرية والعدالة منذ اللحظة الأولى قلنا أن هذا الحزب لجميع المصريين على اختلاف عقائدهم وأجناسهم وأعمارهم ومستوياتهم وطبقاتهم كان عندنا نائم رئيس حزب الحرية والعدالة أخ فاضل مسيحي الكل يدرك ذلك كان معنا في تأسيس الحزب الذين أسسوا عضوية التأسيس في حزب الحرية والعدالة 107 عضو أسسوا معنا حزب الحرية والعدالة منذ اللحظة الأولى فنحن تعاملنا مع المسيحيين على أنهم شركاء لنا في الوطن وتاريخنا حتى قبل الثورة على امتداد طويل جدا يشهد لنا بذلك ليس معنى أن السيسي تعامل مع الكنيسة و أخذها في صفه وأنها تدعمه هذا لأن السيسي حول حول الجيش المصري كأنه حامي لحمى الكنيسة وحدها ونحن نستغرب من ذلك كثيرا أن العسكر الآن وكأنهم أصبحوا جيش الكنيسة نحن نرى الآن قضاة العسكر يعني يصدرون الأحكام على علماء الإسلام والمسلمين أمثال يعني بالأمس فقط صدر حكم بالمؤبد على الدكتور عبدالله بركات وهو عالم وشيخ جليل ولم نرى أي إصدار لأحكام العسكر على القساوسة شركة العسكر تقوم قد واحتقال ولضيق الوقت دعني أتحول إلى ملف آخر حتى نستفيد من وجودك معنا فيما يخص الإرهاب ووصمكم بالإرهاب يعني يا أستاذ أحمد أنا بس أريد أن أؤكد لك أريد أن أؤكد لك أن هذا ليس نجاحا للسيسي وفشلا لجماعة الإخوان المسلمين ولكن يعني إن غدا لناظره قريب ستكتشف الكنيسة يعني مجد خليل نفسه يعني هدد السيسي بالأمس وقال له نحن ننتظر منك أن ترد الجميل ونحن يعني نحذرك ولا تكون مثل سلفيك جمال أنور السادات وحسني مبارك وينتهي شهر العسل يعني يريد منه أن يحول مصر إلى دولة يعني ليست دولة إسلامية وإنما دولة مسيحية يريد أن تكون دولة طائفية من هذا المنطلق فأنا أحب أن أؤكد على هذا المعنى أن هذا ليس فشلا لجماعة الإخوان وضحت الفكرة سيد عماد إلى أي مدى نجح السيسي في إلصاق تهمة الإرهاب بجماعة الإخوان المسلمين بعد وصمهم رسميا في مصر بذلك وبعد خطابه أمام الأمم المتحدة نصف الخطاب كان يلمح عليكم ويتحدث على أنكم مجموعة من الإرهابيين بشكل أو بآخر هل نجح السيسي في تصدير هذه الصورة للعالم الخارجي أو هل سينجح في ضمكم لمسألة الحرب عليكم وعلى تنظيم الدولة الإسلامية ستكونون أنتم أيضا من ضمن أهداف التحالف الذي يقوم الآن بدرب تنظيم الدولة الإسلامية أم أنه سفشل وسيفشل في ذلك سيد عماد تفضل أنا أتصور أن الشعب المصري اكتشف الآن أن السيسي والمرء مخبوء تحت لسانه أستاذ أحمد إذا تحدث ظهر السيسي قال منذ البداية أنه يعني يواجه الإرهاب المحتمل بعد قيامه بالانقلاب ثم بعد ذلك يعني الببلاوي أصدر قانونا سياسيا وهو الذي قال أنه يعني إدراك جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية هذا يعني إدراك سياسي والكل يعلم ذلك وليس إدراك قانوني ثم بعد ذلك يأتي السيس وهو لا يدرك تماما مفهوم من كتب له هذا الخطاب الذي كان يقرأه في الأمم المتحدة ويصف أن الإرهاب في مصر منذ العشرينات فهذا يعني يدل على أنه رجل يعني ليس كاذبا وفقط إنما هو الكذب نفسه ويدل على أنه لا يعي ولا يدرك ما يقول لأنه كيف يقول أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية منذ العشرينات وقبل لنفسه أن يكون وزيرا في حكومة في حكومة إرهابية وزيرا للدفاع فيها وكيف سمح لنفسه أن يقف ويحيي ويؤدي القسم أمام رئيس حزب الحرية والعدالة اللي هو الرئيس محمد مرسي وهو يعني وحزب الحرية والعدالة كانت زراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فهذا يؤكد على أنه يعني يكذب دائما وأن كلامه لا أساس له من الصحة ومع أننا ندرك يقينا أن الحلف الصهيوني الأمريكي هو الذي صنع هذا الإرهاب وهو الذي أتى بسيسي لتحقيق مخططات كبيرة القضية ليست إنقلاب في مصر وإنما أكبر من ذلك بكثير رغم أننا ندرك ذلك وندرك أن أمريكا هي صانعة الإرهاب وهي الآن تستعين بالسيسي قائد الإنقلاب إلا أن أمريكا حتى الآن لن تجرؤ ولم تستطيع أن تدرج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية أيضا لندن المملكة المتحدة كذلك يعني طلب منها أن تعد تقريرا وتدرك جماعة الإخوان على أنها جماعة إرهابية ولكنها بعد دراسة متأنية وطويلة لمدة ستة أشهر وبضغط من دول الخليج العربي ومن أماكن كثيرة جدا بعد ذلك لم يعني تستطيع أن تكون صادقة أن تجذب على نفسها وأن تقول أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية ولكن عفونا سيدنا وفي تالي كل ما يرود له السيسي من أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية هذا إدراك فاشل يعني وفقا للتليجراف البريطانية منذ أيام ليست بالكثيرة قالت أن هناك تضييق على أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا وعلى قرار من قبل الحكومة البريطانية ضيق عليكم أيضا في أماكن أخرى سواء في دول الخليج أو في دول أوروبية نعم أستاذ أحمد هذا جزء من المخطط الكبير على جماعة الإخوان المسلمين لأنها جماعة كبيرة بفضل الله تعالى يعني موجودة في أماكن كثيرة ينتمي إلى هذه الفكرة جماعة يعرفها الجميع يعرفها الشعب المصري ويعرفها العالم العربي والإسلامي ويعرفها العالم أجمع أنها تنتهج الإسلام الوسطي المعتدل جماعة سلمية بكل المقاييس ولكن ما يحدث من أن هناك ضغوط على جماعة الإخوان المسلمين هذا أمر أما أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لم يستطع أحد غير حكومة السيسي الإنقلابية وهي تدرك يقينا أن جماعة الإخوان المسلمين ليست لها أي علاقة بين أحداث الانفجارات أو ما يدور في سيناء أو ما يحدث من حتى الانفجار الذي كان بجوار وزارة الخارجية بالأمس كل هذا بعيد لا علاقة لجماعة الإخوان السيسي أراد أن لا يفرق بين جماعة الإخوان المسلمين وبين غيرها من الجماعات الأخرى يعني يخرج تفضل طيب فيما يخص قضية أخرى سيد عمان الخصب بكم أنتم برؤاكم للمستقبل القريب في مصر وتغيير المشهد السياسي للحقيقة في هذا السياق يعني تصدر إليكم انتقادات كثيرة عام ونصف العام ولم تحرزون أي تقدم على الأرض في تغيير هذا المشهد في مصر أما أنا لجماعة الإخوان المسلمين وحلفائها أن يغيروا من استراتيجيتهم في مصر للصول للهدف الذي تعلنونه وهو إسقاط الانقلاب العسكري أنا أتصور أن مجرد هذا السبات الأسطوري للحراك الثوري في مصر على امتداد خمستاشر شهر متواصلة من قبل التحالف الوطني لدعم الشرعية ونحن جزء لا يتجزأ من هذا التحالف الوطني أتصور أن هذا في حد ذاته إنجاز كبير هذا يؤكد على أن السيسي والانقلابيين يعني مهما قاموا من بطش ومن قتل ومن تعزيب ومن تشريد ومن فصل أساتذة الجامعات ومطاردة الطلبة وكل ما يحدث من انتهاكات واغتصاب للبنات وكل ما يحدث من انتهاكات رغم هذا القهر رغم هذه الآلة العسكرية السيسي قتل واستخدم الآلة الحربية بكل أنواعها حينما قتل أكثر من سيد مات رفواً للمقطاع يعني أنا السؤال كان عنكم وليس عن السيسي فكرة الثبات يعني تمام لكن الثبات لم يغير المشد الثبات من الممكن أن يكون مطلوب من وجهة نظركم لكن ماذا غير الثبات ماذا غير التظاهر سيد مات نحن حريصين كل الحرص يعني نحن نحن حريصين كل الحرص على يعني لم الشمل السوري ليصب في اتجاه واحد وقمنا بمحاولات في هذا الصدد وإن شاء الله أصبح هناك مسارات أخرى يعني تدعم التحالف الوطني لدعم الشرعية مثل المجلس السوري المصري والذي أصبح له الآن مسارات حقوقية وإغاسية وإعلامية وسياسية في كل المجالات دعما للحراك السوري في مصر نحن يعني أستاذ أحمد أنا يعني يبدو أن الانقلاب الذي حدث في مصر لن ينتهي يعني حتى يعني تنفي مصر خبسها يعني من كل التيارات السياسية ولم يبقى إلا الحركات الصادقة الأمينة على الأرض وعندها بإذن الله سيد عمد وأعتقد أن هذا سيكون قريبا سيد عمد يعني دي أحد الإشكاليات والنقد الذي يوجه لجماعة الإخوان المسلمين يعني هل تبحثون عن مجتمع فاضل ويعني مصر تنفي خبثها كالدعوة تنفي خبثها حقيقة يعني ده مش هيب أوارد أنتم يجب أن تتعاملون مع مصر ومع مكونات مصر بشكلها الحالي وتراجعون أنتم أنفسكم بشكل أو بآخر حتى على الأقل تستقطبوا الآخرين للوصول إلى هدفكم وليس العكس أنا أقول لك أننا نفعل ذلك يعني نحن بالفعل نفعل ذلك وحريصين على لم الحراك السوري المصري ليكون في اتجاه واحد يعني في نفس الوقت حمق وغباء الخصم وفشله الذي حول مصر إلى حالة من الخراب وحالة من الضمار وحالة من التظاهر الاقتصادي كل ذلك يعني بتحدث هناك مقارنات بين يعني ما يحدث في مصر الآن وبينما كان يعني في عهد الرئيس مرسي رغم يعني عمل الدولة العميقة وعمل المخابرات ضد الرئيس مرسي فيعني نحن يعني نستطيع أن نقول أن الحراك السوري سيؤتي سماره إن شاء الله طيب يعني فيما خص الجماعة من الداخل الحقيقة طبعا أنا لم أجد رد واضح على فكرة الرؤى الجديدة خصوصا أنت هتتحدث عن استقطاب الآخرين وأنت داخل التحالف الوطن لدعم الشرعية يخرج من كان يتحالف معك كالوطن والوسط لكن على أحال الدكتور محمد حبيب النهاردة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين سابقا في حديث لإحدى القنوات الفضائية المصرية يقول أن الإخوان غير مؤهلين لمراجعة أفكارهم ما رأيك في هذا الكلام؟ ماذا قال؟ الإخوان بوضعها الحالي بقيادتها الحالية غير مؤهلة لمراجعة أفكارها هكذا قال محمد حبيب يعني هذه وجهة نظر الدكتور محمد حبيب لكن جماعة الإخوان المسلمين في حالة مراجعة مستمرة نحن الآن مسلس ضلع من هذا المسلس داخل السجون والمعتقلات والضلع الثاني يعني خارج من الذين يعني المطاردون خارج البلاد والضلع الثالث موجود يقود الحراك السوري على أرض مصر هناك تواصل بين الأضلاع السلاسة نحن في حالة مراجعات مستمرة عندنا استراتيجية واضحة للمستقبل عندنا رؤى جديدة للشباب البطل السائر الموجود على الأرض ولكن يعني ليس من الحكمة أن نقول التفاصيل في هذا الصدد أنت تدرك الملاحقات الأمنية وتدرك ما يقوم به جهاز الأمن الوطني في مصر من ملاحقات بالليل والنهار لكن هناك تجديد في جماعة الإخوان المسلمين هناك همة عالية هناك استراتيجية الآن هناك خطة للحراك السوري وخطة في الخارج وخطة في كل عمل لا أريد منك أن تحدثني في التفاصيل لكن كل هذا الجديد الذي ستحدث وتتحدث عنه هل سينتج شيء جديد مظلة جديدة تستطيع أن تتوسع أو تقبل جميع الأطياف السياسية في مصر خصوصاً نرفض منها للانقلاب العسكري غير التحالف الوطني لدعم الشرعية أم لا أستاذ أحمد نحن نؤدي ما علينا ونسأل الله الذي لنا ونحن نمد أيدينا لكل إخواننا من أبناء الحراك السوري المصري الشريف ونطلب من الجميع أن ننسى جراح الماضي وأن نتعاون فيما بيننا لأن ما يحدث في مصر الآن يعني يهدد الوطن بكامله وكانت لنا خطوات يعني عديدة في ذلك لكن طبعاً الانقلاب يلعب دوراً في فك هذه المسألة على الأرض من تكتيكات ومن خطط لكن مع مرور الوقت بتتضح الحقائق ولكن نحن من جانبنا ما قصرنا نحن من جانبنا نمد أيدينا كل وقت حريصين على الإخوة السوريين حريصين على الإخوة الليبراليين اليساريين الجميع وهناك حتى من الإخوة المسيحيين يعني كذلك يعني نحن نمد أيدينا للجميع أيدينا ممدودة قلوبنا مفتوحة نتعاون مع الجميع نحرص على ذلك لكن كما أقول لك أن المسألة تأخذ يعني جزء من الوقت لا تنسى أن الإنقلاب في مصر يعني ليس يعني على مستوى مصر فقط وإنما هو جزء من مخطط كبير جدا 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 يعني عد له سلفا ويعني أنا أقول لك أن هذا كان خطأ للإخوان المسلمين أنهم لم ينتبهوا إلى ذلك وإن بحكم خبراتهم القديمة وهم كانوا يعلمون ذلك ولكنهم لم يضعوا في حسبانهم أن يكون هذا الحلف الصهيوني الأمريكي يلعب بهذه السرعة المتناهية ليقضي على جماعة الإخوان المسلمين التي تقوم بالإسلام الوسط المعتدل ثم يأتي إلى حركة حماس ليقضي عليها وعلى قادتها ولكن حماس أفشلت جزء من هذا المخطط وإن شاء الله سيفشل المخطط بكامله شكرا جزيلا الدكتور محمد داعماد أحد نواب حزب الحرية والعدالة سابقا في مجلس الشعب المنحل وأحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين كنت معي عبر الأخمر للصناعية من أسطنبول أشكرك شكرا جزيلا والشكر موصول لكم مشاهدين على طيب متابعتكم لهذه الحلقة من حوار خاص دمتم في رعاية الله وأنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته